السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الرواد العمل أهلاً ومرحباً بكم علاقتك مع المبيعات أو علاقة البيزنس مع المبيعات هي علاقة تتناسب نسبياً مع المرات التي تطلب فيها من حد يشتري عندك اللي هي المرات التي تعمل فيها أوفر يعني إذا فكرت فيها أنت وقلت كم ممكن الشهر عندي مبيعات يجيني تتطلع عندك المفروض على البيبلاين وتشوف كم هي البيترام المهMagic او عميل أنت عاملهم إلى أفر وتتطلع على نسبة الـConversion من شهور سابقة وبناء علىية تقدر تحذر ما عندك الشهر هاتذين من البيعات هذا الحكي بزبط مع الشركات أو الـBusiness اللي فيها نوعاً ما السيلز التقليدي اللي هو دائماً بيكون في أفر بنعمله في مبيعات سيلز تيم بتابعه الحدود ولكن نعمل الأفر طبعتنا أونلين نجي نبيع أونلين هل الأمر بنفس السهولة إننا نعمل مجرمينته في الواقع هو أسهل مش بنفس السهولة وإنما أسهل من إننا نعملها بالطريقة التقليدية ولكن فيه شيء واحد فقط وهذا الشيء هو اللي إلو علاقة مباشرة مع قدرتنا على رفع المبيعات أو مع المبيعات اللي بنحصلها وهي نفس الفكرة بالسيلز التقليدي أو بالعملية البيع التقليدية اللي هي كم شخص أنت عمله أوفر كم شخص أنت حكيله أنا عندي المنتج اللي يشتريه مني بالأرياح وهذا الشيء هو أنك تعمل ميكينج 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 أرى إعلانات كثيرة على فيديوهات أو فيديوهات أو بوستات أرتيال وإيميلاات ما فيها طلب شراء ما فيها أمر بطلب الشراء الفيديو نفسه تلاقي ما بيحكي للكستمر أو البطانشي للكستمر إنه اشتري أو اعمل هيك عشان تشتري أو كليب كون عشان تشتري أو اعمل الأوردر تكون بس فيديوز بوست فيديوز وتتمنى إنه بالنهاي وكأنه أنا هيك يعني بتخيل الماركتر اللي عمل الكامبين إنه بتخيل إنه أو بتمنى إنه اللي بيشوف الفيديو حاله رح يحزر إنه آه أكيد المنتج هذا لطيف يالله أشتريه فرسالتي هون إذا إذا كنت رائد أعمال أو كنت رائدة أعمال وتعملوا الكامبين زهي والحملات التسوقية أو تنشروا أي نوع من المحتوى على السوشيال ميديا إنه يكون فيه طلب واضح للشراء تحكي للناس اللي بتشوفك شو تعمل دائما جمهورك بيستنى منك تحكي له شو يعمل محتاج الناس محتاج لحد يحكي لها شو يعمل بأصغر وأكبر أشياء في حياتها أنا مثلا إذا طلعت من بيتي يركب سيارتي يريد أروح مشوار محتاج بكل خطوة حد يحكي لي شو أعمل محتاج الإشارة المرورية تحكي لي متى أوقف ومتى أمشي محتاج لوائح الطرق تحكي لي أني بقدر أروح يمين أو ما بقدر أروح محتاج محتاج معرفي بقواعد السير عشان أعرف إذا روحت مثلا بدي أصحب شيك من بنك محتاج إني أخذ توكن وأجلس وأنتظر حتى يجي لوري وبعدين أروح بالنهاية محتاج حد يحكي لي شو أعمل فإذا كنت صاحب برودكت عندك برودكت أو سيرفس وبدك تبيعها أونلاين ما تتردد بأنك تطلب من جمهورك شو يعمل ما تتردد منهم إنه تحكي لهم روح على موقع فلاني أو اعمل كليك على اللينك الفلاني عشان تعمل الأوردر ما يكون عندك تردد من هذا الأمور يعني ما تخجل منه بالعكس أصلا بيتفرج عليك بتوقع منك تعمله أوفر يعني على سبيل المثال أنا الآن إذا بدي أحكي لك أنه في عندي أونلاين كورس بساعدك تعمل فيسبوك أدفرطيزمنت وإنستجرام أدفرطيزمنت مش المفروض بس أني أطلع وأحكي لك عن الفيسبوك الفيسبوك والإنستجرام آدز وأفرجيك أني فتحل بالموضوع وكذا وبالنهاية خلص أنا أقول أوك ما هو لازم يعرف أنه لازم يروح اشتري الكورس تبعي لازم أطلب منك أنه روح اشتري الكورس فبكل الأفر بكل بساطة ونعمل له ديمو وهو ريل حقيقي إذا محتاج مني مساعدة مني ساعدك كيف تعمل إعلانات فعالي على الفيسبوك والإنستجرام إذا روح على learn11.com وشوف الفيديو برزنتيشن وبنهاية الفيديو برزنتيشن حعمل لك الأفر بأنك تدخل وتشتري وتشتري معي في هذا البرنامج تدريبي أونلاين كورس فيسبوك فيديو أدز فشوف الآن شو اللي عملته أنا عملت دايريكت أفر الآن كيف بقيس مثلا نسبة المبيعات عندي بروح بشوف الفيديو هاد كم حد شافه بشوف كم حد سمع الأفر بروح بشيك الاترافك اللي أجعل الموقع الإلكتروني اللي حكيتك عنه learn11.com بشوف كم حد أجعل هذا الوبصايت وكم حد من هذا الوبصايت شافي الفيديو الموجود فيه وبالتالي بقدر أحزر كم كستمر حيجيني مثلا هذا الشهر غيريك بيكون التسويقه كله عبارة عن بس هيك الواحد يحاولي تحزر وما في عنده صليت داتا بناءً عليها يأخذ أكشن أو يأخذ قرار فمرة ثانية إذا عندك منتج المنتجات أو خدمة وتستعمل السوشال ميديا أو ديجيتال ماركتين أو ديجيتال كونتنت بأي نوع من مقالات من إيميلات من غيره فإذا ما تتردد إنك تعمل الأفر وما تتردد إنك تحكي للناس اللي بتشوف الأفر تبعك شو تعمل لأنه إحنا مرة ثانية ما تنسى محتاجين شيء أو شخص يحكي لنا شو نعمل بكل صغير وكل كبير في حياتنا حتى نحقق أبسط أهدافنا ومن أبسط أهدافك ممكن تنتقل بالسيارة من نقطة ألف لنقطة باء في هاي الرحلة ما بتقدر تعملها من دون ما حد يحكي كذلك شو تعمل ونفس الشيء ينطبق على عملاك محتاجين تحكي لهم شو يعملوا مرة ثانية بدي أكرر الأفر إذا حابت تعرف أكثر عن استعمال الفيسبوك والإنستغرام بهاي الطريقة اللي هي الـ إذا بصحك تروع على learn11.com وتشوف المعلومات عن الانライン كورس وإذا عجبك الكورس فإذا تقدر تشترك مع هذا الكورس انلاين بعد ما تعمل البايمنت بيصلك يوزرنيم الباسورد وبتأخذ ليفتايم أكسيس على هذا البرنامج واللي هو بيجي مع ثلاثين يوم يعني إذا خلال ثلاثين يوم ما عجبك الكورس أو شفت أنه ما غطى حاجاتك تقدر تأخذ فل ريفان أتمنى لكم التوفيق وحظا طيبا السلام عليكم